دكتور محمد الغالي مدير المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة تابع لجامعة القدعيات بمراكش أهلا ومرحبا بك أهلا بكم ومرحبا دكتور محمد الغالي دخل المغرب منذ أكثر من ستة أسابيع تجربة جديدة فردتها إجراءات الحجر الصحي للحد من تفشي وباء كورونا المستجد يتعلق الأمر بتجربة التعليم عن بعد دكتور محمد الغالي اليوم سنتوقف عند تجربة التعليم عن بعد بالنسبة لطلبة الجامعات ما الذي غيرته الجائحة وتدعيتها في التعليم الجامعي بالمغرب؟ أكيد بأن هذه الجائحة غيرت شيء الكثير على مستوى مختلف الأنصاق ليس فقط على مستوى التعليم الجامعي ولكن الأكيد بأن هذه الجائحة نبهت الجامع على مستوى التعليم الجامعي بأن مجتمع المعرفة الذي ننشده والذي نريد أن نصل إليه ويعتبر هو البوابة الأساسية لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة لا يمكن أن يتحقق في غياب توفر على بنيات احتياء إلكترونية خاصة على مستوى الشبكة العنكبوتية وبالتالي فالولوج إلى المعرفة اليوم لا يتحقق بالطرق التقريدية من خلال الدراسة في المدرجات أو عن طريق إصدار كتب أو ما شبه ذلك ولكن اليوم حركية المعلومات والمعطيات في مختلف العلوم الاجتماعية أو الحقة فهي بشكل كبير تردداتها على مستوى الشبكة العنكبوتية من خلال مختلف المواقع ومختلف المنصات الإلكترونية وبالتالي فإن كان من الفرص التي يجب العمل والاشتغال عليها من خلال هذه الجائحة التي لها مخاطرها كذلك وهو الاشتغال على المجتمع الإلكتروني الاشتغال على التعليم خاصة تعليم عن بعد بالنسبة للفضاءات أو المجالات أو الأوسط التي لا تتوفر على التجهيزات اللازمة ولا تتوفر كذلك على البنايات اللازمة حيث الآن أن خصوصا قليط الحقوق في المغرب تستأثير تقريبا بما يزيد على 50% من مجموع الطلبة المسجلين في الجامعة المغربية والاكتضاد الذي تعاني منه وهكذا فإن يمكن العمل والاشتغال على أن يتدرب ويتمرن الطلبة والطالبات على التعليم عن بعد من خلال تغفير المنصات الإلكترونية اللازمة لذلك طيب دكتورة الغالي أي تقييم الآن لتجربة التعليم عن بعد وكيف تفاعل الطلبة مع هذه التجربة؟ أشير في هذا السياق إلى أن الطلبة تفاعلهم كان متفاوت بحسب أولا طبيعة التخصصات وكذلك بحسب طبيعة المواد وكذلك حتى بحسب طبيعة المؤسسات الجامعية التي ينتمون إليها فكما نعلم بأن غالبية الطلبة فهم لا يقتنون بالضرورة داخل المدن التي يدرسون بها فجزء كبير منهم فهم يوجدون في الوسط القروي أو في المدن الصغيرة التي تكون فيها نسبة صبيب جد محدودة وبالتالي من حيث الرغبة والإرادة فهي كانت متوفرة لدى الطالب وسجلنا ذلك من خلال اتصال مجموعة من الطلبة والطالبات وإلحاحهم على أنهم يريدون أن يستفيدوا من خدمات مختلف المنصات التي تم خلقها فجامعات القضعيات مثلا خلقت منصات في هذا الاتجاه بل أكثر من ذلك أنها حاولت بأن يستفيد الطلبة بشكل مباشر أي من دون تعبئة من مختلف الدروس التي تتوفر عليها منصاتها فقط هناك إجراء تقني يتطلب من طالب أن يقوم به لدى الشركة المعنية من خلال إرسال رسالة وهكذا يتم تسوية المشكل تقنيا على أين هذه المسألة طرحت مشكل على اعتبار أن التجاوب لم يكن بالشكل المطلوب حيث أن مجموعة من الطلبة لازالوا يعانون من هذه المسألة المتعلقة بتوفر الصبيب ولكن على العموم فإن كما قلت الطلبة تفاعلوا بشكل مهم ونحن مثلا كأساتدة وكإدارات قمنا بالإنصات والاستماع إلى مختلف مشاكل الطلبة حيث مثلا بالنسبة للربط بموقع اليوتيوب يتطلب تعبئة ويتطلب صبيب مهم فتم توفير صفحات فيسبوكية باسم هذه المؤسسات الجامعية على اعتبار أن هذه الصفحة لا تطلب صبيب كبير من خلال توفير مجموعة من الحوامل الإلكترونية وكذلك حتى توفير حوامل وكتب عند المكتبات المعنية وكذلك حتى تشجيلات على الواتساب بمعنى أننا حاولنا أن نتأقلم بتوفير عرض بيداغوجي يحاول أن يستجيب والظروف التي يوجد فيها الطالب ولكن أنا أطرح مسألة أساسية بأن التعليم عن بعد يطرح مسألة الإنصاف الترابي وبالتالي من هذا الباب لا بد من مراعاة هذه النقطة حتى تتحمل مختلف الشركات المعنية مسؤوليتها فيما يتعلق بتحقيق الإنصاف على مستوى هذه النقطة المتعلقة بتعميم نفس الصبيب ونفس الجودة حتى تتحقق الفعالية والنجاعة المطلوبة في سياق المتصل دكتورة الغالي ما هي الدروس والعبر المستخلصة من هذه الجائحة وكيف ستفيد هذه التجربة تعليم جامعي بالمغرب الدرس المستفاد وهي في الحقيقة دروس المستفادة من هذه الجائحة وهو أنه لا بد من إعادة النظر في طريقة تقديم العرض العلمي والبيداغوجي خاصة على مستوى المؤسسات الجامعية اليوم فالحضور المباشر للطلبة في القاعات وفي المدرجات يكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير ولاحظنا بأن بعض المحاضرات التي كان يلقيها السادة الأساتيدة لم تقتصر فقط على الطلبة الذين يدرسهم كتكون عندهم مثل 800 أو 1000 طالب في المجموعة لاحظنا بأن محاضرات تابعها للجمهور 5000، 6000، 7000 من خلال الصفحات الفيسبوكية أو من خلال مختلف الحواسيب أو حتى من خلال مختلف الطبيقات التي تم استثمارها الطبيقات التي تم استعمالها فيما يتعلق بنقل الدروس إلى الطلبة وطالبات وأنا أؤكد فعلا إذا كنا نطمح إلى مجتمع المعرفة وإلى الاستثمار في الرأس مال اللامادي فإن الوسيلة الإلكترونية تعتبر أنجع وسيلة في هذا الباب وحتى كلفتها لا تكلفش الكثير دكتور محمد الغالي مدير المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة تابع لجامعة القدعيات بمراكش شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء